حياكم الله وإلى التفاصيل يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الأربعاء زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن يلتقي خلالها رئيسة الوزراء تيري سامي ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان في البرلمان البريطاني مباحثات جلالته مع المسؤولين البريطانيين ستركز على تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والسبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الأردني لبريطاني في مختلف المجالات نفذت وزارة الداخلية حملة لإزالة الأكشاك المخالفة على طول الطريق الواصل بين عمان والبحر الميت لما تشكله من تعديات على الممتلكات العامة تفاصيل الحملة في هذا التقرير تواصل الجهات المعنية تنفيذ حملاتها لإزالة الأكشاك والعشوائيات المخالفة على طول الطريق الواصل إلى البحر الميت وشاطئه لما تشكله من تعد على الممتلكات العامة وزارة الداخلية أكدت أن هذه العشوائيات مخالفة وغير مرخصة وتعتدي على حرم الشارع بشكل غير قانوني ولا تطبق معايير الصحة والسلامة العامة قمنا صباح هذا اليوم بتنفيذ حمل لإزالة الأكشاك التي لا تليق بالمظهر العام مظهرها غير حضاري وهذه الأكشاك غير مرخصة نهائيا تم تشكيل لجنة برئاسة وعضوية أصحاب العلاقة لإزالة هذه الأكشاك تم يعني بالسابق من حوالي شهرين تم انظارهم وتوجيه انظارات وتعاهدات بإزالة هذه الأكشاك من على هذا المظهر الغير لايق للمنطقة السياحية المخالفون وقعوا تعاهدات والتزامات لإزالة هذه الأكشاك ولم تشهد الحملة أي اعتراضات من قبل المواطنين تعمل هذه الآن بالتنسيق مع شركة تطوير البحر الميت على إيجاد موقع ما يسمى بمطلس ويمة حيث يتم تجهيز الموقع بالأكشاك الملائمة لترحيل بعض الأكشاك إلى هذا الموقع الجديد أمانة عمان وضمن مناطق اختصاصها أوضحت أن بعض الأكشاك تحصل على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية كل مجموعات الأمانة من عمال البيئة من مكافحة القوارض والحدائق موجودين مع دائرة ضبط البيع العشوائي والإزالة موجودين في البحر الميت أجلزات كافة العوائق مثلا الأكشاك المعرشات كل هذه الأعمال من قبل أمانة عمان بالتم تميهن لإستقبال القمة العربية لنزمع إقامتها في نهاية الشهر القادم حملات متواصلة في مناطق سياحية عديدة في البحر الميت لإزالة كافة أشكال الاعتداءات المخالفة والمقامة على أراضي استثمارية بهدف تنظيم أخفض بقعة في العالم وباعتبارها من أهم الوجهات السياحية في الأردن أسامة العدوان رؤية أصيب خمسة فلسطينيين بجروح في قطاع غزة جراء قصف الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي لعديد من المناطق في شمال ووسط القطاع المزيد في التقرير التالي ساعات صعبة يعيشها أهالي القطاع مع استمرار القصف الإسرائيلي لأهداف عدة لم تستثني أي منطقة على طول القطاع كان أعنفها في مدينة رفح بعد زعم إسرائيل اطلاق المقاومة الفلسطينية لصاروخ في أراضيها في كل مرة الإسرائيليين يدخلوا معنا في حرب أو في أدوان بلا مبرر وبلا أي داعي ويتحججوا بأن هناك صاروخ خرج من هنا أو صاروخ خرج من هناك الحماقة الإسرائيلية قد تطال أي فلسطيني في أي مكان أعتقد بأنها ضربات تحذيرية ضربات استباقية ضربات تذكر الفلسطينيين بأنه لا يجب أن يخرج من قطاع غزة ما يزعج الإسرائيليين سواء صاروخ أو اطلاق نار أو ما إلى ذلك أكثر من خمسة إصابات وصلت المستشفيات كان أغلبها من منطقة رفح جنوب القطاع تزامنت مع حالة هلع وترقب أصابت الأهالي مع السؤال الأوسع ما الذي تحاول إسرائيل إصاله من خلال لغة القوة هذه المرة أيضاً المقامة الفلسطينية وحركة حماس تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات تفجير أوضاع في قطاع غزة وتدهور هذه الأوضاع المقامة الفلسطينية لن تسمح وكذلك حركة حماس وكتاب القسام لن تسمح مطلقاً بفرض معادلات جديدة من شأنها أن يستمر الاحتلال في التصعيد والاستهداف وسيداف المقار والمنشآت والمواقع المقاومة دون أن يوضع حد لمثل هذا الاستهداف نحن في فصائل المقاومة وتحديداً نحن في كتاب الأقصى وكافة فصائل المقاومة من سيحدد موعد المعركة القادمة مع العدو الإسرائيلي إسرائيل لن تستطيع أن تحدد موعد المعركة إنما نحن في كافة فصائل المقاومة من يحدد موعد المعركة القادمة ورغم الحرص المستمر للفصائل الفلسطينية على ضبط النفس إلا أن التهديدات الإسرائيلية المتكررة والحديث عن ضرورة شن عدوان حاسم على القطاع للقضاء على أنفاق المقاومة واستعادة جنودها الذين فقدتهم خلال عدوان 2014 أسباب تجبر المقاومة الفلسطينية للبقاء على أهبة الاستعداد مع كل احتكاك منعوك القناة رؤية غزة فلسطين الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى المبارك تسببت بحدوث انهيارات أرضية جنوب المسجد الأمر الذي ينذر بانهيار المسجد كاملا في أي لحظة مزيد من التفاصيل في التقدير التالي هو ليس بالانهيار الأول فقد سبق وانتهى وأحد الصفوف الدراسية وانهار شارع رئيسي في حي وادي حلوة كما وحدثت انهيارات في منطقة عين سلوان التي تعتبر المدخل الرئيسي للأنفاق والتي تقوم سلطات الاحتلال بحفرها أسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد الأقصى وكلما اقتربنا من المناطق المحاذية من الأقصى كبرت التشققات وزاد خطر التصدعات كحوش بيدون القريب من الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى والذي انهالت أرضيته يجري حفر الآن حتى اللحظة في منتصف حي وادي حلوة التي تعتبر نقطة التقاء بمجموعة أنفاق أنا كنت في المكان مع زملاء من الديوان الملكي الأردني شهدنا بالضبط طبيعة هذه الحفريات وما الذي يحدث وكيف يتم نقل الأطربة تالي ما حدث من انهيار بحوش بيدون هو نتيجة هذه الحفريات واضح أنه الهدف ليس فقط الحفر وليس فقط الأنفاق وإنما دفع الناس إلى الهجرة الطوعية لأنها أصبحت منازل خطرة للإقامة والسكن فيها سبع تلاف مواطن مقدس يقيم في حي وادي حلوة إسرائيل تخطط لطردهم رئيس بلدية الاحتلال وبالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية كان قد نشر كتيبا يوضح فيه شكل بلدة سلوان بغياب واضح للمنازل العربية وبوجود كنس يخططون لإقامتها في المنطقة بالإضافة إلى مشروع كيدار الذي يبعد مسافة عشرين مترا هوائي عن المسجد الأقصى وخطتهم في ربط هذه المشاريع بمنطقة القصور الأموية التي حولت لما يسمى بمطاهر الهيكل فتكتمل بذلك صورة المشهد التهودي لبلدة سلوان حي وادي حلوة تحديدا هو مستهدف من بلدية الاحتلال ومن الحكومة الإسرائيلية لأنه بعتبر حي وادي حلوة هو جزء من مدينة داود إسرائيل في خططها البعيدة المدى تعمل لهدم حي وادي حلوة بالكامل بكل سكانه لإقامة مدينة داود التاريخية اليونسكو المسؤولة عن التراث والتاريخ في مدينة القدس مسؤولية كبيرة على الدول العربية والإسلامية يجب عليهم التحرك فورا لأن ما يحدث أسفل مدينة القدس خطر خطر كبير جدا يتهدد المسجد الأقصى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى زين صندوق رؤيا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالقضية الفلسطينية باتت تشكل الموضوع الأبرز للصحف الأمريكية خاصة بعد اللقاء الذي جمع ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامن نتنياهو المزيد في التقرير التالي توقفت الصحافة العالمية كثيرا عند المواقف المتخبطة التي تصدر عن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بعدما يقارب الأربعين يوما على تنصيبه القضية الفلسطينية ومواقف البيت الأبيض منها نالت جانبا من هذا الاهتمام في ظل تصريحات صدرت بن لقاء ترامب نتنياهو قبل ما يقارب العشرة أيام أفادت بعدم تمسك أمريكا بخيار الدولتين هذا الموقف يتعرض مع مواقف أخرى صدرت عن مسؤولين رافعي المستوى في واشنطن أفادت بدعم الإدارة الأمريكية للجهود الهادفة للوصول إلى تسوية مبنية على ما توصل إليه الطرفان من قبل غياب الخبرة لدى الرئيس الأمريكي وطاقمه في الموضوع السياسي وخاصة في الشؤون الخارجية باعتقاد بعد فترة من الوقت لوجود الرئيس الأمريكي الجديد في البيت الأبيض ستعود الأمور إلى نصابها بمعنى أن التغير لن يكون واسع ما بين الإدارات السابقة والإدارة الحالية يبرز هنا توقع المحللين الفلسطينيين حول أن عدم خبرة ترامب وإدارته السياسية سوف تبقهم في دوامة لفترة وجيزة ستتوقف عند أنهم سيكملوا ما بدأ خلال فترة الإدارات الأمريكية المتعاقبة السابقة لكن تكمن خطورة الأمر حول استغلال تل أبيب وحكومتها اليمينية المتطرفة لهذا التخبط في مزيد من الاستيطان ومصادرة الأراضي وهو ما يضع الكثير من المسؤولية على عاتق القيادة الفلسطينية نحن ندرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي لحكومات الاحتلال المتعاقبة وأيضا تتبنى كل الدعم لهذا الاحتلال سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو السياسي وحماية الاحتلال من خبط مسألته على جرائمه ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا يوجد هناك استراتيجية واضحة لديها فيما يتعلق بكيفية إيجاد سبل حقيقية لإيجاد أمن وسلام واستقرار في هذه المنطقة كيف للولايات المتحدة أن تدفع عجلة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال محاولتها عقد لقاءات بين مسؤولين من الطرفين خلال الفترة المقبلة حسب ما صرحت مصادر متعددة من داخل البيت الأبيض في مقابل ما ذكره ترامب خلال لقاء نيتنياهو حول عدم تمسكه وإدارته بحل الدولتين وبحثه عن حل يصمد لفترة أطول من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا ارتفعت وطيرة النشاط الدبلوماسي الروسي في مجريات الأزمة السورية بالتزامن مع وصول فرقاطة روسية إلى الشواطئ السورية فلأول مرة تبدي موسكو وعلى لسان نائب وزير خارجيتها استعدادها لبحث مسألة المناطق الآمنة في سوريا إلى جانب مطالبتها بإشراك الأكراد بالمفاوضات الجارية في جينيف مازلنا في التفاصيل الصغيرة وعلى الهوامش في مباحثات جينيف فما رشح من قواعد وضعها المبعوث الأممي ستافان ديمستورا للوفود تعبر عن ذلك حيث طلب إليهم عدم استحاب الهواتف النقالة واحترام السرية الكاملة للمفاوضات هذا فيما يخص الإجراءات أما العناوين التي تجتمع حولها الوفود من حكم ودستور وانتخابات ما زالت عالقة تأمل المشهد في التفاصيل وعلاقته بالعناوين يشير إلى مدى التداخل والتوتر في المفاوضات بين وفد الحكومة السورية وفد المعارضة الثلاثة المتمثلة بوفد الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو التي وإن كانت مقاعدها متجاورة لبعضها البعض فإن الهوة بينها كبيرة وذلك رغم لولبية الدور الروسي الذي يحاول التقريب بينها للخروج بصيغة ولو متواضعة وفي سبيل هذا سيعقد مسؤولون روس مساء الاثنين لقاءا مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات والتي تبحث مرحلة الانتقال السياسي أولوية على محاربة الإرهاب في الأرض السورية في عودة للمربع ذاته الأرض والبحر والسماء السورية هي الأخرى تعيش حالة أبعد ما تكون عن صيغ جينيفا المطروحة فقد شهدت حوادث أبرزها مواصلة الجيش السوري عملياته بالقرب من مدينة تدمر جنوبا وشن طائراته شمالا غارات على مدينة في محافظة إدلب قدرنا نطالي لحد الآن 13 شهيد هاي حصيلي الأولي يعني فيه عندنا تقريبا حوالي 20 مصاب باقي ما يقارب بلا باقي عائلتين يعني مقدر عدد الأشخاص بين السبع والثنين إن شاء الله لحظنا نطالعهم كم نيلة حتى نطالعهم النشاط الدبلوماسي الروسي يوازيه نشاط عسكري آخره فرقاطة صاروخية من شبه جزيرة القرم إلى السواحل السورية بما يشير إلى أن الأزمة تتجاوز حدود الطريق بين دمشق وجينيف إلى طرق متصلة بعواصم عدة للخروج بقرار وقف الدماء على الأرض السورية في جولتنا الإخبارية حول العالم مزيد من الأخبار منها القوات العراقية تواصل عملياتها غرب الموصل واعتقال مسلح بعد تفجيره قنبلة غرب أندونيسيا سيطرت القوات العراقية على موقع الجسر الرابع جنوب غرب الموصل من قبضة عصابة داعش الإرهابية بخطوة رئيسة لاستعادة السيطرة على كامل المدينة وقال المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة إن قوات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية عررت حي الجوسق وسيطرت على الجسر الرابع من الجهة اليمنى للساحل الأيمني غرب الموصل وقع انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو في الوقت الذي لم يعرف سببه على الفور ولم يتضح بعد من المسؤول عن التفجير الذي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وأعلنت حركة الشباب الأسبوع الماضي صيلتها بتنظيم القاعدة ومسؤوليتها عن تفجيرات وهجمات بالبنادق في العاصمة تظاهر العشرات في كوريا الجنوبية أمام المحكمة الدستورية بعد قرار يقضي بعدم تمديد جلسات محاكمة رئيسة البلاد باراكي جوين حيث صوت البرلمان الكوري الجنوبي لإقالتها قبل أسابيع لارتباطها بقضايا فساد وسيعلن الحكم النهائي بالعاشر من آذار المقبل أطلقت الشرطة الإندونسية النار على مسلح مشتبه به في مدينة باندونغ عاصمة مقاطعة جاو غرب البلاد بعد أن فجر قنبلة بداية الصنع وفر إلى مبنى البلدية وأشعل النار فيه وقالت شرطة جاو الغربية إن المسلح أصيب بجروح بالغة مؤكدة أعدم إصابة أحد في هذا الحادث شهدت المحافظات العديد من الفعاليات نجملها في هذه الجولة المحلية عقد في المركز الوطني للثقافة والفنون الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب العرب الدولي السادس والثلاثين والذي سيعقد في شهر تموز لهذا العام في الأردن بالتعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من الحكومة الألمانية وبتمويل من الوكالة الأمريكية الحقيقة تم نقاش كثير بفيد اليوم مع جميع أعضاء اللجنة التحضيرية حول شعار المؤتمر وكان التوجه نحو الترويج أو دعم مفهوم السلام والتواصل والاتصال واحترام الاختلاف من خلال مهارات القرن الواحد وعشرين بمحاورها المختلفة وأيضا تم طلع ضيوف الشرف من الشخصيات الفنية والرياضية أيضا اللي ممكن تكون مثال يحتذا به للشباب والشابات المشاركين أطلقت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني همم أعمال ملتقى الشركاء في التنمية والاستقرار بهدف مناقشة محورين من أبرز محاور المرحلة الحالية هما التنمية المستدامة ومكافحة التطرف والإرهاب يتم من خلال الحكومات المتعاقبة من أداتين مهمتين البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة وهو خطة عمل الحكومة على ثلاث سنوات بتخطيط تنموي متدحرج أو بخطة ما يسمى متدحرجة هذه الخطة تترجم الخارطة العشر سنوات إلى خطة مرحلية كل ثلاث سنوات وتتابع التنفيذ وتضع التفاصيل لكل حكومة وحسب خصوصية كل حكومة والظروف المحيطة حتى نصل إلى تحقيق أهدافنا بحلول عام 2025 النهائية وأيضا المرحلية كل ثلاث سنوات وضعنا وثيقة مفاهيم ومرتكزات حقوقية تجمعنا بمعنى حين نختلف ما هو الناظم الذي يوحد مواقفنا ونحتكم له فتحدثنا عن موضوع أهمها الالتزام المطلق بحقوق الإنسان وما ينبثق عنها من قيم حقوقية لا يتفريط بها عقد اليوم اللقاء الأول حول مواجهة المخدرات تحت شعار الحد من تهميشي وانتهاك حقوقي يمكنني من الاندماج والذي نظمه مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع بحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية ووطنية وأمنية وإعلامية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات دولية لا شك أنه منواجب كافة السلطات وكافة المؤسسات المعنية بالشباب وقطاع الشباب التي لها ظاهرة تعاطي المخدرات وأيضا طرح الطرق والوقاية والعلاج بالتعاون مع إدارات الأمن العام ووزارة الصحة فيما يتعلق بالمدمنين هذا الدعم ممكن يكون لتطوير مشروع قائم أصلا وتوسع فيه حتى نوصل لمستوى تبني عن المستوى الوطني أو لمجرد دعم فكرة أو حلم عن شاب أو صبية لتحويله إلى مشروع حقيقي بأثر بمجتمعه وضمن أولويات المجتمعات المحلية انظمت كلية الفنون بجامعة اليارموك بالتعاون مع جمعية همم للفنون التشكيلية معرضا لخريجي قسم الفنون التشكيلية في الجامعة بعنوان إيماءات وتضمن المعرض مجموعة من اللوحات التشكيلية المرسومة باستخدام الألوان الزيتية والإكريليك والتي جسدت موضوعات الخط العربي والمناظر الطبيعية والطبيعة الصامتة بالإضافة إلى الأعمال الخزفية قدام الخريجين الذين انضموا لجمعية همم للفنون التشكيلية نستضيفهم اليوم لنطلع على بصماتهم وتجاربهم في الفنون التشكيلية التي يستفيد منها طلبات هذه الكلية لأخذ الدروس الفنية المستفادة منها بالإضافة إلى وجود هذا المعرض كورشة للعمل الفني لتبادل الأفكار حول أنماط ومدارس الفنون التشكيلية وأشكال الأداء الفني فيها يشكو أهالي منطقة الجفر التابعة لمحافظة معان من نقص شديد في الخدمات نرصد أبرزها في التقرير التالي بلدية الجفر تقع إلى الشرق من مدينة معان بمسافة ستين كيلو مترا تقريبا وهي تعد أكبر وأبعد تجمع سكاني عن مركز المدينة ولسكانها عدة مطالب خدمية أهم هذه المطالب تتمثل بقضية المياه التي لخصها رئيس بلديتها بمعاناة الأهالي وصعوبة حصولهم على مياه الشرب النقية إلا بعد معالجتها بفلاتر منزلية إضافة إلى ما يصدر من روائح كرهة من محطة تحلية وتنقية المياه في البلدة مشكلة ابتعاث الروائح الكريهة من خلال استخدام المحطة المشكلة الثانية وهي تخص أهالي الجفر جميعا بأن المخرجات من المياه فيها نوع من الغير صالح للشرب حقيقي يعني أنا من خلال كرئيس بلدية وأتحمل المسؤولية بأن هذه المياه غير صالحة للشرب الخدمات الصحية في البلدة هي مطلب رئيسي آخر للأهالي إذ يوجد في البلدة مركز أولي يخال لك عند مشاهدة بنائه من الخارج أنه كامل وشامل إلا أنه يفتقر إلى الكوادر الطبية التي وإن توفرت ستوفر على الأهالي مشقة الذهاب إلى مدينة معان لتلقي العلاج مشكلة في القطاع الصحي مركز طبي الجفر يعني ما قصرت وزارة الصحة عملت بنية تحتية لكن كان فيه هناك مشاكل كان أهمها فيه نقص في الكادر الطبي عندنا نقص في فني التصوير نقص أيضا في دكتور الأسنان يغطي يوم الأثنين في منطقة المدورة يفترض أنه يغطي من مديرية صحة معان عدم توفر الخدمات الكافية في بلدة الجفر أو قضاء الجفر وكذلك الطرق الرئيسية ما بين الشدية والجفر يوجد طريق واصل بين الشدية والجفر لم يتم إكماله علما بأن هذا الطريق يربط ما بين المدورة والطريق الصحراوي إلى عمان غياب فرص التلمية الحقيقية في قضاء الجفر عمقت من معاناة الأهالي وزارتهم فقرا فوق عزلتهم الصحراوية نهيك عن حجم البطالة في صفوف الشباب الذين يمتلكون كفاءات في عدة مجالات أهالي مدينة الكرك يعانون من ترد البنية التحتية للشارع الرئيسي المؤدي إلى مدخل المدينة من الجهة الجنوبية في وقت وعدت فيه وزارة الأشغال العامة بعمل الصيانة اللازمة للشارع في أقرب فرصة المزيد في التقرير التالي يشكو مواطنون من مدينة الكرك من ترد البنية التحتية للشارع الرئيسي المؤدي إلى مدينة الكرك وهو مدخل المدينة من الجهة الجنوبية حيث تنتشر التشققات والحفر التي باتت تشكل خطرا على المركبات خاصة بعد هطول الأمطار التي كشفت عيوب الشارع هذا مدخل الكرك الرئيسي كله حفر كله مطبات كله ما ناس معتني لا أشغال ولا بلدية ولا رئيس بلدية وهذه مشكلة منعاني منها جميع يعني إنه فترة طويلة ومش ما في ناس راد علينا مواطنون بيّنوا لرؤية أن هذه المشكلة لها عدة أعوام دون أن تتدخل أي من الجهات المعنية لعمل الإصلاحات اللازمة حيث أكدوا أن وضع الشارع المزري لا يعكس الوجه الحضارية والسياحية لمدينتهم تفرج منظر مدخل الكرك هذا الشارع الرئيسي اللي بيأدي لمحافظة الكرك انظر إلى الحفر اللي موجود في الشارع وحتى مدخل المحافظة يعني لا يمت بصلة لتاريخ الكرك العريق مدير أشغال الكرك من جانبه أيد مطالب المواطنين مؤكدا أن وزارة الأشغال أوعزت إلى المعنيين بضرورة عمل ما يلزم فيما يخص حقيقة مدخل الكرك المؤدي إلى الأغوال الجنوبي ومؤدي إلى مدينة الكرك هذا المدخل حقيقة يعطيه وزيرنا وزير الأشغال العامة والإسكان صفة الاستعجال والأهمية القصوى هذا المدخل يعني هناك في تآكلات بهذا الطريق سوف يتم طرح هذا العطاء ومعالي أعطى أمر المنفذ لعطاء المركز يعطاء الجسر الثانية أن يعمل هذا الطريق ويبقى أهالي ومدخل مدينة الكرك بانتظار أن تفي الجهات الرسمية بسرعة إنجاز ما وعدت به في زحمة أسماء الأفلام والمشاهير شهد حفل جوائز الأوسكار بدورته التاسعة والثمانين خطأا طريفا حين تم الإعلان عن فوز فيلم لا لا لاند بجائزة الأوسكار ليتراجع المنظمون ويعلن أن فيلم مونلايت هو الفائز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم سينمائي الأوسكار هذا العام وهذا التقرير تتجه أنظار العالم اليوم نحو باريق خطوات الشهرة في هرولة حقيقية لاقتناص نجمة خاصة تسجل أسماء المشاهير في ممر الشهرة في هاليوود لم يخلو حفل الأوسكار بدورته التاسعة والثمانين لهذا العام من العديد من المواقف الطريفة والغريبة في عملية توزيع الجوائز والعلاقات الغريبة بين الممثلين خلف الكواليس فقد حصل فيلم مونلايت على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم سينمائي بعد خطأ لم يسبق له مثيل بلحظة إعلان فوز فيلم لا لا لاند أولا في حين فاز داميان تشازيل جائزة الأوسكار كأفضل مخرج عن فيلم لا لا لاند وهذه أول جائزة ينالها تشازيل البالغ من العمر 32 عاما ليصبح أصغر شخص يفوز بالجائزة في فئة الإخراج وللصحة العربية أيضا حيز بين جوائز الأوسكار حيث فاز فيلم وايت هالمتس الخوذ البيض بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير والذي وثق عمليات الإنقاذ والمشاهد المروعة جراء القصف والغارات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا ونبقى مع حفل جوائز الأوسكار وهذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة